بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك عبر اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد أنهيان انعقاس الهجمات الإرهابية الحوثية على المواني النفطية اليمنية على الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب ولفت بن مبارك ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتقاذ إجراءات صارمة ضد هذه الميليشيات ودعميها والعمل على تصنيف الميليشية كجماعة إرهابية من جانبه جدد وزير الخارجية الإماراتي إدانة بلاده للهجوم الحوثي الإرهابي على المنشآت الاقتصادية والذي يعد تصعيدا خطيرا وتحدي أنه سافرا للمجتمع الدولي وللمساعي المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن ويواصل الوزير بن مبارك عقد لقاءات ومباحثات في جمهورية الجزائر الشقيقة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين